يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكروا بعضهم أن شرط الشفاعة هما الأول إذن للشافع والثاني رضا عن الشافع والمشفوع له معا فهل هذا الكلام صحيح في شرط الرضا؟ أنا أقول لكم لا تدخلون بأشياء من أفكاركم هذا فرغ منه العلماء من قديم وأخذوه من القرآن أن الشفاعة لها شرطان إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه وهذا في القرآن مأخذ من القرآن لما يجينا واحد متعالم ويعدل ويبدل ويزود هذا ما نكره ولا نرضاه نعم